دشنا سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء دشنا أول محطة شحن كهربائية للسيارات بمجمع الأوتريوم بمنطقة سار ويأتي ذلك في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتحقيق رؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل مملكة البحرين أنموذجا متطورا بما يواكب التكنولوجيا العالمية وبهذه المناسبة صرح وزير شؤون الكهرباء والماء أن الهيئة تعرب عن فقرها واعتزازها بالإنجازات المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين من تطورات تخدم كافة المواطنين والمقيمين والزائرين وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء إن شاحن سيارات الكهربائية قد تم تركيبه من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال مضيفا أنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على الشحن الكهربائي في الفترة المقبلة تدشن هيئة الكهرباء والماء اليوم وبناء توجهات الحكومة والمقرة أول محطة شاحن سيارات الكهربائية في مملكة البحرين طبعا حرصت الهيئة على مواكبة وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها تجهيز سيارات الكهربائية في المملكة طبعا تم اختيار هذا الموقع الاستراتيجي على شارع الشيخ حيسى بن سلمان طبعا هذا الشاحن يدعم غالبية سيارات الكهربائية الألمانية واليابانية والأمريكية وستكون هناك محطات أخرى في مواقع أخرى في مملكة البحرين هذا الموقع بالقرب من بوابة جسر الملك فهد ويخدم أيضا الداخلين القادمين من المملكة وإن شاء الله ستتعمم هذه التجربة على مختلف مواقع المملكة بدنا لا تعالى في المستقل اليوم التاريخي في هيئة الكهرباء والماء لتدشين أول شاحن ضغط عالي وهذا الشاحن الضغط العالي يستطيع أن يشحن أي سيارة بوقت قياسي وبالتالي يستطيع سائقي سيارات الكهربائية أن يوقفون في أي مكان عام ويشحنون سياراتهم في دقائق معدودة ويستخدمون بطاقة الاعتمان وهذا التحالف اللي صار بين هيئة الكهرباء والماء وكريدي ماكس بتشغيل هذه الأجهزة عن طريق بطاقة الاعتمان يعتبر قصة نجاح نحن بهذه التجربة سوف نأخذ التغذية الراجعة من قبل المشتركين ونشوف شلون نقدر نطور من المشقل هذا الكهربائي بحيث أن نستطيع أن نطوره في كل أماكن البحرين البحرين يعني دائما تستعد للمستقبل فسووا هذه كتجربة وإحنا عندنا سيارات كهربائية فيبناها نجربها والحقيقة تسوي تشارج للسيارة في ست دقائق وهي صفة وايش زينة لأن في البيت يأخذ ساعة ولا ساعتين فهذه الأشياء بتكون موجودة في كل مكان في المستقبل ترجمة نانسي قنقر